السؤال الأساسي لكن مجموعة من علماء الأحياء الفلكية عملت على ما يسمى سيتي وهو مصطلح يعني البحث عن حياة عقلة خارج الأرض ويحاول باحثو السيتي الحصول على بعض الأدلة التي تشير إلى أن الكائنات العقلة في مكان ما قد استخدمت التكنولوجيا لبناء أجهزة إرسال من نوع ما لكن ما مدى احتمالية نجاحهم في العثور على إشارة؟ بالطبع، ليس هناك أي ضمانات عندما يتعلق الأمر بالسيتي لكن ما يسمى بمعادلة دريك نسبة للعالم فرانك دريك يمكن أن تساعدنا على تنظيم أفكارنا حول ما قد يلزم لاكتشاف ناجح إذا كنت قد تعاملت مع المعادلات سابقا فإنك على الأرجح سوف تتوقع أنه قد يكون هناك حل للمعادلة إجابة صحيحة معادلة دريك مختلفة بعض الشيء لأنها تحتوي على العديد من المجاهل هذه المعادلة لا تملك إجابة صحيحة عندما نتعلم أكثر عن كوننا وعن مكاننا بداخله يمكن لبعض المجاهل أن تغدو معلومة لدينا بشكل أفضل ونستطيع تخمين الإجابة على نحو أفضل لكن لن تكون هناك إجابة محددة على معادلة دريك إلى أن يفلح سيتي أو أي دراسة أخرى في إثبات أن السكان الأرض هم النوع العاقل الوحيد في هذا الجزء من الكون في هذه الأثناء من الفائدات بمكان التفكير في هذه المجاهل تحاول معادلة دريك أن تقدر عدد الحضارات التكنولوجية في مجرات درب التبانة نسمي هذا العدد BN مع الحضارات التي قد نستطيع خلق تواصل معها وتكتب المعادلة عادة على الشكل التالي N يساوي R star مضروبا بF sub B مضروبا بN sub E مضروبا بF sub L مضروبا بF sub I مضروبا بF sub C وأخيرا مضروبا بL كل هذه العوامل المضروبة ببعضها تساعدنا على تخمين عدد الحضارات التكنولوجية التي من الممكن تقفي أثارها حاليا تعبر أرستار عن معدل النجوم التي قد تولد في مجرات درب التبانة خلال مليارات السنين القليلة الفائتة إذن فهو رقم يعبر عن عدد النجوم سنويا يعود تاريخ مجرتنا إلى عشر مليارات سنة وفي أوائل تاريخها تشكلت النجوم بمعدلات مختلفة جميع عوامل F هي عبارة عن كسور كل كسر منها يجب أن يقل عن أو يساوي واحد F sub P هو كسر جزء من عدد النجوم التي لها كواكب N sub E هو متوسط عدد الكواكب الصالحة للحياة في أي منظومة كوكبية F sub L هو جزء الكواكب التي تبدأ فيها الحياة فعليا وF sub I يعبر عن جزء من كل أشكال الحياة التي تطور الإدراك يعبر F sub C عن جزء حياة عاقلة التي تطور حضارة تقرر استخدام نوع ما من تقنيات الإرسال وأخيراً L عامل البقاء والتعمير بشكل وسطي كم سنة تستطيع أجهزة الإرسال هذه الاستمرار في العمل؟ علماء الفلك الآن قادرون تقريباً على أخبارنا بنتجة أول ثلاثة تعابير من معادلة دريك حالياً نحن نكتشف كواكب خارج النظام الشمسي في كل مكان تقريباً إن الكسور التي تعبر عن إمكانية وجود الحياة والإدراك والحضارات التكنولوجية لطالما كانت محطة أمل لدى العديد من الخبراء ولكن لا أحد منهم يعرف على وجه اليقين حتى الآن نحن على دراية بمكان واحد فقط في هذا الكون حيث توجد الحياة وهو هنا على الأرض في العقدين المقبلين ومع اكتشافنا لكوكب المريخ وأقمار أوروبا وتيتان فإن اكتشاف أي شكل من أشكال الحياة هناك سوف يعني أن الحياة ستتواجد بكثرة في مجرة درب التبانة لأنه إذا كانت الحياة قد نشأت مرتين ضمن النظام الشمسي الواحد هذا هذا يعني أن الأمر كان يسيراً وبافتراض ظروف مماثلة في مكان ما فإن الحياة سوف تنشأ لذلك فإن الرقم اثنان مهم جداً هنا العلماء ومن ضمنهم باحثوا سي تي يميلون دائماً إلى افتراض تخمينات أولية مع تسليمهم بوجود شكوك كبيرة في هذه التخمينات وذلك من أجل إحراز التقدم نحن نعتقد أننا نعلم أن العددين R star و N sub E هما أقرب إلى عشر منهما إلى الواحد وكل عوامل F هي أصغر من الواحد بعض منها هو يمكن أن يكون أصغر بكثير من الواحد لكن من بين جميع هذه المجاهل فإن المجهولة الأكبر هو L لذلك فإن الصغة الأكثر عملية لمعادلة دريك ببساطة هي اعتبار أن N تساوي تقريباً L إن المعلومات في هذه المعادلة واضحة جداً ما لم تكن قيمة L كبيرة ستكون N صغيرة لكن بالإمكان أيضاً كما هو معلوم تغيير هذا إذا نجحت CT في التقاط إشارة في المستقبل القريب بعد تفاحص جزء صغير فقط من النجوم في مجرة درب التبانة سوف نعلم عندها أن قيمة L وسطياً يجب أن تكون كبيرة خلاف ذلك ما كان باستطاعتنا النجاح بسهولة علم الفيزياء فيليب موريسون يلخص ذلك بقوله أن CT هو أشبه بعلم آثار المستقبل عنا بذلك أنه بسبب محدودية سرعة الضوء فإن أي إشارات ملتقطة من تقنيات بعيدة سوف تخبرنا عن ماضي هذه الإشارات وذلك بحلول الوقت الذي تصلنا فيه ولكن بسبب ضرورة أن تكون قيمة L كبيرة من أجل تتبع ناجح نحن نتعلم أيضاً عن مستقبلنا خاصة أنه يمكن أن يكون لدينا مستقبلاً طويل الأمد لقد قمنا بتطوير تقنيات تمكننا من إرسال إشارات إلى الفضاء وإرسال الناس إلى صفح القمر لكن في الوقت ذاته قمنا بتطوير تقنيات من شأنها أن تدمر البيئة من شأنها أن تشن حروباً بوسطة الأسلحة والإرهاب البيولوجي في المستقبل هل ستساعدنا التكنولوجيا في الحفاظ على استقرار كوكبنا آخذة بنا إلى تحقيق حياة أطول أم أنها سوف تدمر عالمنا بمن فيه من السكان بعد فترة وجيزة فقط من ظهرنا على هذا المسرح الكوني أنا أشجعك على التفكير في المجاهيل في هذه المعادلة لما لا تقوم بوضع تخميناتك الخاصة لهذه المجاهيل ولترى ما يمكن أن تخرج به من أجل العدد أن قارن إجابتك مع التقديرات التي وضعها فرانك دريك وكارل ساغان وعلماء آخرون أو حتى جيرانك تذكر جيداً لا توجد أي إجابة صحيحة حتى الآن للتاريخ الرائع ومغامرة الفضاء الخارجي وفلسفة الانحناء للعقل والإجابات على أكثر الأسئلة العشوائية التي لديك حول جسمك وأكثر من ذلك اشترك في هذه القناة ترقبوا وابقوا فضليين ترجمة نانسي قنقر